تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزد من السلع الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضايا تأمونية بمضبطات بلغت قرابة 158 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط أكثر من 57 طن كما تم ضبط أكثر من 100 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 729 قضية من بينها 66 قضية خبز ناقص الوزن و69 قضية خبز غير مطابق للمواصفات اشتركوا في القناة